بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى بن قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أخوتي أخواتي أيها المؤمنون يا شيعة أمير المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا في هذه الحلقة إخواني أعزائي سنذكر لكم صفات أهل الجنة وصفات الجنة وأسماء الجنة وتعريف الجنة وما فيها ووصف الله جل وعلا لها في القرآن الكريم طبعا الناس تنقسم لها قسمين إما إلى النار أعاذنا الله وإياكم منها التي ذكرنا النار من قبل وإما إلى الجنة بعد حد وسط بين الجنة والنار ما موجود ولهذا أنا اعتراضي على بعض الناس الذين يسكتون عن الحق البعض يقول فلان عندنا القاتل من المؤمنين والمقتول عنده من المؤمنين مثلا يقال خالد ابن الوليد قتل سيدنا مالك ابن نويرة رضي الله تعالى عليهم زين أنت لا مع الحق ولا مع الباطل يعني الذي نصر الحسين مع الحق الذي نصر يزيد مع الباطل أكو ناس قالوا ما لنا والدخول بين السلاطين لم ينصر الحسين ولم ينصر يزيد زين طبعا اللي ينصر الحسين إلى الجنة واللي ينصر يزيد إلى النار زين واحد لا ينصر الحسين ولا ينصر يزيد الله وين يشمره وين يودي ما يكون محر ثالث يعني إما إلى النار وإما إلى الجنة الجنة عرضها السماوات أو كعرض السماوات والأرض هذه صفة إلى الجنة الجنة لا تنصف إخواني ليس لها وصف حتى في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى لا يصفها مو أن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يصف الجنة وإنما الناس لا تستطيع أن تدرك وصف الجنة الجنة باللغة العربية الجنة لغة بمعنى البستان وبالأحرى أن نقول لغة بمعنى الستر بمعنى الستر الآن أنت تقول جنة الظلام لما جنة الظلام يعني ستر الظلام الليل الظلام ستر الإنسان ستر النهار يسمونها جنة الظلام فالجنة بمعنى الستر البستان والزرع والأثمار بحيث أن الإنسان لما يمشي تستره الزروع والبساتين والأثمار السترة مولانا والجنة حسب الاصطلاح مولانا هي دار أعدها الله سبحانه وتعالى إلى المتقين وإلى المؤمنين وإلى أهل الخير والعباد الصالحين هذا من جانب لكن الجنة لما ترجع إلى القرآن الكريم ليس لها وصف دقيق حتى في القرآن الكريم لا توصف بوصف ليس أن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يصف الجنة وإنما الإنسان لا يستطيع أن يتصور الجنة أنا لا أقدر أن أتصور الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين شوفوا الآية تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ما بيها تقدير خاص يعني الآن نطيك آية من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين ما يدري الإنسان ما يقدر أن يتصورها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يصف الجنة ولا يصفها إلى الإنسان لأن الإنسان ما يقدر أن يتصور الجنة وأن يتصور نعيم الجنة مولانا وهذا النعيم الدائم الذي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول وكل نعيم دون الجنة محقور ما يكون نعيم أفضل من نعيم الجنة الآن ترجع أنت إلى الآيات الكريمات كل الآيات لما تقرأ في القرآن عندك الله سبحانه وتعالى يعطي وصف تقريبي لا وصف حقيقي إلى الجنة كل الآيات أنت أقرأ أتحدى أن تلقى لك آية في القرآن تعطي وصف دقيق إلى الجنة إنما تعطي وصف تقريبي إلى الجنة في كل مكان ما يقول الجنة يقول مثل الجنة ما يقول الجنة يقول مثل الجنة طبعا هناك فرق بين مثل الجنة وبين الجنة بنفسها الفروق كثيرة مثل الجنة وصف تقريبي الجنة وصف حقيقي الآن نقرأ لك القرآن بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ مثلا مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها أكلها دائم وظلها أيضا دائم غير منقطع لها ظل دائم ولها أكل دائم وظلها تلك عقب الذين تقوا وعقب الكافرين النار هذه آية آية الكريمة تقول بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقل مثل ما يقول على الجنة يقول مثل الجنة في آية أخرى يقول بسم الله الرحمن الرحيم أيضا في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير عاس وأنهار من لبا لم يتغير طعمه وأنهار من إلى آخر مولانا بعد النشر هذه الآيات الكريمات إذن الجنة لا يستطيع الإنسان لا يستطيع أن يتصورها الله سبحانه وتعالى أيضا لم يذكر حقيقة الجنة لأن الإنسان لا يستطيع على استيعابها مولانا الكريم لماذا تذهب بعيدا الآن لدينا ناس لما تقرأ نعيم الجنة إلى حتى من القرآن حتى من الروايات الآن نقرأ لك بعض النعيم إلى الجنة لا يستطيع يعني يقول لك ما هي القضية لا يستطيع أن يصورها مثلا عند ألف حور العين أو عشرة آلاف حور العين عند عشرة آلاف قصر مثلا أكو أنهار كذا أكو أثمار كذا أكو لباس كذا مثلا لباس أهل الجنة الإنسان يتعجب يقول شنو هذه هذا عقل ما يقدر يدركها وصف الجنة وصف عجيب لا يستطيع أحد أن يتصور الجنة ولهذا أثمارها خصائصها من أفضل خصائص نعيم الجنة أن نعيم الجنة غير منقطع مستمر في كل وقت مهما شاء الإنسان متى ما أراد الإنسان ما يريد الإنسان شي يريد الإنسان من ثمر مهي أمامه سبحان الله مولانا في الجنة لا يوجد أحد يتعب يروح يجيب ويقطع لا بمجرد أن ينوي بمجرد أن يقصد الشيء بس يريد هذا الثمر يريد هذا اللباس يريد هذا الشيء مثلا يراه حاضرا عنده متمثلا عنده وراء مولانا هذه الجنة نعيم غير مقطوع نعيم غير مجذوذ واضح مولانا غير مقطوع مستمر خلق لك آية بسم الله الرحمن الرحيم يقول عطاء غير مجذوذ المجذوذ يعني غير مقطوع يعني عطاء مستمر عطاء غير مجذوذ يعني عطاء مستمر بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لرزقنا ما لغوا من نفات نهاية ما بي نهاية ما بي رزق الجنة نعيم الجنة بعد مولانا أكلها دائم تول آية قرناها أكلها دائم يعني ما كن قطاع دائم وظلها أيضا ظلها دائم بعد عن الفاكهة فاكهة الجنة شي يقول لا مقطوعة ولا ولا ممنوعة لا مقطوعة ولا ولا ممنوعة إذن مولانا نعيم محظ ليس كنعيم الجنة لماذا لأن نعيم الجنة لا يدوم إما أن يفنى الإنسان من النعيم وإما أن يفنى النعيم منه الإنسان مهما عنده من نعيم الجنة لو يجي يوم هذا النعيم يروح منه هذه النعمة نعمة الجنة تروح منه وإما لا حتى النعمة موجودة هو يروح من الجنة هو يروح من الدنيا يعني جنة الدنيا مهما كان عنده من النعيم ومن الجنة واضح مورانا إذن نعيم الدنيا منقطع وغير دائم ونعيم الآخرة غير منقطع و غير مجدود دائم مستمر مولانا العزيز هذه بالنسبة إلى النعيم نعيم الجنة الذي هو موجود الجنة لها ثمان درجات أنا قبل أن أذكر لكم لباس أهل الجنة طعام أهل الجنة شراب أهل الجنة مولانا أسماء الجنة في القرآن الكريم هذه كلها بحوث عندنا إن شاء الله تعالى كما أن النار سبع دركات النار سبع دركات الجنة ثمان درجات ثمان درجات من كل درجة مولانا من كل باب يدخلها ناس طبعا درجات الجنة باب ينباب يعني بالعرض باب الأول باب الثاني الدرجة الأولى الدرجة الثانية الثالثة ثمانية باب النار أعاذنا الله وإياكم منها اللي ذكرناها في الحلقات الماضية متطابقة يعني طبقات شي فوق شي الإمام عليه عليه السلام يق share يقول هذه الدركة الأولى من النار الدركة الثانية فوقها يعني هذا الذي يدخل في النار في كل جوانبه نار لكن الجنة لا ثمان درجات وهذه الدرجات بعضها بجنبي بعض النبي الأكرم صلى الله عليه ورسلم يقول لما أرجبي إلى المعراج إلى الإسراء رئلة الإسراء والمعراج مررت على النار ورأيت عذابها وعقابها ومررت على الجنة ورأيت نعيمها ورأيت من يتنعم فيها ورأى أصناف كثيرة من الجنة ونعيم كثيرة من الجنة أنعام ونعيم وجنة وحور وقصور وبساتين وزروع وأثمار وفواكه رأى ما رأى رسول الله صلى الله عليه ورسلم يقول لما خرجنا من الجنة والنار بالكامل التفت إلي جبرايل قال حبيبي يا رسول الله أقرأت ما على باب الجنة وأبواب الجنة ما كتب عليها قلت لا حبيبي جبرايل قال فلنرجع ونقرأ ما كتب على أبواب الجنة وأبواب النار أبواب النار ذكرتها لك أبواب الجنة ماذا يقول رسول الله استمع ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول رجعت لما رجعت رأيت مكتوب عليها رأيت مكتوب عليها هذه العبارات زين يقول أما الباب الأول مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله اللهم صلى على محمد وعلي محمد علي ولي الله لكل شيء حيله وحيلة طلب العيش في الدنيا أربع خصال تطلب العيش في الدنيا عليك بأربعة خصال الرزق بأربعة خصال ما هي رسول الله قال هذه على باب الأول من الجنة قال القناعة تحس الرزق بعد ونبذ الحقد الإنسان لا يسير الحقوت ثلاثة وترك الحسد لا يحسد الناس ثلاثة أربعة ومجالسة أهل الخير إذا حبيت الرزق إذا حبيت الله يبارك فيه رزقك ويعطيك العيش الصحي والسليم عليك بالقناعة ونبذ الحقد وترك الحسد ومجالسة أهل الخير يقول وأما الباب الثاني رسول الله صلى الله عليه ورسلم يقول رأيت مكتوب على الباب الثاني لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله لكل شيء حيله وحيلة السرور في الآخرة أربع خصال حيلة ياريت تحفظونها أو تكتبوهم ولا أنا حيلة السرور في الآخرة أربع خصال اللي يريد يشير مستر مسرور الله ينول السعادة في الآخرة أربع خصال شنو يا رسول الله قال مسح رأس اليتيم والتعطف على الأرامل يمسى على رأس اليتيم والتعطف على الأرامل اثنين والسعي في حوائج المسلمين وتفقد الفقراء والمساكين أربع خصال تعطيك السعادة في الآخرة تعطيك الخير في الآخرة تعطيك السرور في الآخرة مولانا قال رسول الله وأما الباب الثالث أسمع ماذا كتب على الباب الثالث وأما الباب الثالث منها مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله لكل شيء حيلة وحيلة الصحة في الدنيا أربع خصال أتريد الله ينولك بالصحة إن شاء الله أنت صاح البدن إن شاء الله في الدنيا والآخرة الله يشافي كل مريض إن شاء الله بحق محمد وآل محمد بعليلك ربلا زين العابدين يا رب الصحة في الدنيا حيلة الصحة في الدنيا أربع خصال إذا أتريد الله ينولك الصحة شنو مولانا قال قلة الكلام تأتي بالصحة الإنسان لا يصير كثير الكلام هذا يأتي بالمرض إلى الإنسان قلة الكلام وقلة المنام قلة الكلام وقلة المنام بعد مولاي العزيز وقلة الماشي إنسان يكثر وقلة الطعام هذه حيلة الصحة الإنسان يستطيع أن ينال على الصحة هذه على الباب الثالث وأما الباب الرابع يقول رسول الله مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر الآخر فليكرم جاره الجار هذا حق الجار على الجار فليكرم جاره بعد مولانا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه هاي ثنيا إكرام الجار وإكرام الضيف من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليبر والديه يدير باله على والديه هاي ثلاثة الرابع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت الإنسان إما أن يقول الخير إما أن يقول الخير وإما أن يسكت وإما أن يسكت هذا الباب الرابع وعلى الباب الخامس يقول رسول الله صلى الله عليه وآله و صلم مكتوم لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله من أراد أن يذل أن يذل فلا يذل من أراد أن لا يذل اسمها من أراد أن لا يذل فلا يذل إذلون هوهم لا يذل للناس إذا أراد الإنسان العزة فليعطي العزة إلى الناس من أراد أن لا يذل فلا يذل ومن أراد أن لا يشتم فلا يشتم ومن أراد أن لا يشتم فلا يشتم هاي اثنين ومن أراد أن لا يظلم فلا يظلم إذا أراد لا يظلم لا يظلم ثلاثة ومن أراد أن يستمسك بالعروة الوثقة فليستمسك بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله هذا الباب الخامس وأما الباب السادس يقول رسول الله مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله من أحب أن يكون قبره واسعا فسيحا فلينفق أو فليبني المساجد اسمع مولانا من أحب أن يكون قبره واسعا قبره واسعا فسيحا فليبني المساجد ومن أحب أن لا يأكل الديدان تحت الأرض جسده فليكنس المساجد ومن أحب أن لا يظلم لحده فلينور المساجد ومن أحب أن لا يبقى طريا تحت الأرض فلا يبلغ جسده فلينشر بسط المساجد الإنسان يبني المسجد مولانا قبر يشير واسع شوف يكنس المسجد جسده لا تأكله الأرض لأننا عندنا ناس جسده لا تأكله لقاع يبقى طريا على حالته لم يتغير لا تأخذ الأرض منه مأخذا من جملتهم الشهداء الأنبياء الأئمة أهل العلم مولانا أهل العلم أهل العلم كثير بعد الذي يقتصر غسل الجمعة 40 جمعة ومن جملتها كانس المساجد الذي يكنس المسجد الأرض لا تأخذ منه مأخذا بعد مولانا الذي يريد قبر يشير كل نور فلينور المساجد يضيع المساجد مجد ما يبي نور مولانا هو يجب لأضوية ينير المساجد بعد مولانا والذي يبقى جسده طري على حالته فليبسط المساجد يعني مولانا يشتري بساط على المساجد وعلى الباب السابع مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله بياض القلب في أربع خصال بياض القلب في أربع خصال في عيادة المريض واحد واتباع الجنائز اثنيا قلب يشر أبيض رقيق وشراء أكفان الموتى ثلاثة ودفع القرض يدفع القرض أربعة يخلي القلب أبيض وعلى الباب الثامن الباب الأخير مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله من أراد الدخول من هذه الأبواب الثمانية فليتمسك بأربع خصال إذا حبيت تدخل الجنة شوف مؤاني أقول المولانا على باب الجنة مكتوب الثامن إذا أردت أن تدخل الجنة عليك بأربع خصال تحب الجنة عليك بأربع خصال إن شاء الله الصدق والسقاء وحسن الأخلاق ثلاثة وكف الأذى عن عباد الله عز وجل الإنسان يصير صادق يصير محسن يصير عنده سخاء زين سخي حسن الأخلاق وكف الأذى عن عباد الله عز وجل إن شاء الله في الحلقة الآتية سنذكر لكم تفصيل الجنة وثمار الجنة ولباس أهل الجنة مولانا وأكلهم وشربهم وما إلى ذلك ترقبونا إن شاء الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر